الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وعلمه للأمة حتى قال له رجل ما شاء الله شئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد ونهى عن الحلف بغير الله فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا معلمنا إياهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا العبودية لله وحده لا شريك له فلا يجوز أن تكون العبودية مصروفة إلا لله عز وجل أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي طاعته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة